وفي سياق متصل أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعيطة خلال افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات أن الهيئة بدأت العمل على العملية الانتخابية منذ عدة شهور وستستمر حتى ما بعد انتهاء الانتخابات وقد عملت الهيئة على تسجيل الأحزاب الجديدة وتحديث وضع الأحزاب القديمة ليصل عدد الأحزاب المرخصة في المملكة إلى 38 حزباً وأوضح المعيطة خلال حفل افتتاح المركز الإعلامي لتغطية العملية الانتخابية بحضور شخصيات دينية وسياسية وإعلامية وفعاليات مختلفة أن الهيئة قامت بشرح قانون الانتخاب للمواطنين بالتعاون مع الوزارات المختلفة والإعلاميين لافتاً إلى أن الصحفيين يلعبون دوراً أساسياً في مراقبة الانتخابات ومتابعة نتائجها كما أن الهيئة ذاتها لديها موقع إلكتروني خاص بها يتيح لجميع المواطنين متابعة النتائج ومراقبتها